ونضم إلينا من بيروت كلودي أبي حنة مراسلة الغد يعني كلودي أهم ما جاء في هذا البيان الخاص بالرئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي واضح أن خريطة الطريق وكما كنا قد ذكرنا في رسائل سابقة تنطلق من بند أول هو أن يتحمل وزير الإعلام جورج كورداحي المسؤولية الوطنية أي أن الرئيس نجيب ميقاتي يدعو الوزير كورداحي بشكل غير مباشر إلى تقديم استقالته من الحكومة البند الثاني في خريطة الطريق هو أن مجلس الوزراء ليس مكانا للخلافات وأن البلاد لا تدار بالمكابرة والتحدي والتعطيل بل بكلمة سواء وفي هذا أيضا رسالة غير مباشرة إلى كل الأفريقاء الذين يعتمدون أسلوب التحدي لهذه الأزمة مع الخليج والسيما مع المملكة العربية السعودية أيضا قال الرئيس ميقاتي أن الإنقاذ ليس مسؤولية فردية بل مسؤولية الجميع وهو يضع الأفريقاء اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم أمام مسؤوليتهم الوطنية في هذه المرحلة الحرشة وأيضا في الموضوع القضاء ولسيما أداء المحقق العدلي القادي طارق البطار والذي حمل حزب الله وحركة أمل إلى مقاطعة جلسات المجلس الوزراء أكد ضرورة الفصل بين القضاء وبين عمل الحكومة السياسي لأن على الحكومة أن تنتج وعليها أن تقدم للبنانيين حرولا إذن من الواضح أن الرئيس نجيب ميقاتي طرح خطته الآن طرح خريطة الطريق التي يريد اعتمادها والتي يرى أنها تؤسس للخروج من الأزمة وسوف نرى ما سيسمعه من الأفريقاء الآخرين حول هذه الطرحات هو يلتقي بعد حوالي ربع ساعة من الآن رئيس البرلمان نبيه بره شكرا جزيلا لك كلودي ومراسات الغد من بيروت شكرا شكرا جزيلا لك